بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور محمود حسين عشان نكمل الجزء الخاص بالصويل والنهاردة هنتكلم عن شابتر 2 وهو اول جزء هنتكلم عليه النهاردة اللي هو بعض الديفينيشنز اللي انت خدتها في خواص الطربة قبل كده زي ما انت عارف الصويل زي ما انت شايف عبارة عن في حبيبات صلبة والحبيبات الصلبة ديت ما بينها فراغات او فويدز والفويدز ديت ممكن تكون مية وممكن تكون هوى وممكن يكون لتنين عشان كده الجماعة بتاع الصويل عملوا حاجة اسمها السري فيز سيستيم اللي هو انت شايفو دوت السري فيز سيستيم هم قالوا انت قلت التربة عبارة عن حبيبات صلبة اللي هي ديت وبعدين ما بينها دي الفويدز فابتدوا يعملوا السري فيز سيستيم بتاع الصويل وقالوا من الطربة زي ما احنا اتفقنا ادي صوليدز والفويدز ممكن تكون ووطر وممكن تكون اير ممكن يبقى لتنين مع بعض هنشوف الحالات المختلفة لها وابتدوا يدي رموز لكل عنصر من العناصر ديت بالنسبة لي الفوليومز للفي دي الفوليومز دي الفويل توتال بتاعتي اما هنا الصوليد سيبقى في اس وبالنسبة للفويد عبارة عن الفي فويد واحنا قلنا ان الفي فويد يا اما وطر يا اما اير يا اما الاتنين فخلى الووتر اسمها V-Water والاير اسمها V-Air الرموز دي سابتة بالنسبة للفوليوم اما بالنسبة للويت فعندنا الويت رمزه W كويس ده ال W-Total بتاعي وهنا الصوليدز يبقى دي اسمها W-S والووتر اسمها W-Water اما الار W-Air هو مش بصفر صراحةا بالضبط بس هو لما تيدقرنه بالووتر والصوليدز هنلاقي انهم تقريبا بيسهوا صفر عشان كده هذا الـW total عبارة عن الـW ووتر زائد الـW solids دلوقتي نأخذ بعض الـDefinitions الخاص بالـSORI هذا الـSORI الـL منتالينا قايلينه من شوية وهنتكلم عن أول حاجة الـE المقصود بكلمة الـE اللي هي الـVoid mean ratio الـVoid ratio يعني إيه؟ يعني نسبة الفراغات طيب طالما أنت بتتكلم على فراغات يعني Voids يبقى كيد الـE هتبقى الـV void على الـV solids يعني الـVolume بتاعت الـVoids على الـVolume بتاعت الـSolids الخاصية الثانية اللي هي الـProsity أو المسامية المسامية برضك لها علاقة بالـVoids عشان كده هتبقى الـV void أو حجم الـVoids نفسها بس هنا مش هتبقى زي ما احنا تكلمنا هنا الـV solid لا ده هي بالنسبة لمين للـV void total وبتضربها في 100 عشان تطلع لك في الآخر % في علاقة ما بين الـVoid ratio وما بين الـProsity ايه هي العلاقة؟ ان الـE بتساوي N على واحد ناس N وتعرف طبعا الكلام ده ازاي اثبتناه في خواص الطربة اما لو قلنا الـN فالـN بتساوي E على واحد زائد E خاصية التانية اللي هنتكلم عليها اللي هي الـGS الـGS اللي هي الـSpecific Mean Gravity الـSpecific Gravity أو الوزن النوعي هو تعريفه ايه؟ هو عبارة عن وزن حجم معين من الـSolids نفسها على وزن نفس الحجم من مين؟ من المية عشان كده هنقول هي الـGamma بتاعت الـSolids أو الـUnit Weight بتاعت الـSolids نفسها على الـUnit Weight بتاعت الـWater طيب لو نيجي نتكلم عن الـGamma بتاعت الـSolids هنليها عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـWS على مين؟ على الـVS الـWS على مين؟ على الـVS والـGamma Water زي ما هي؟ وعارفين الـGamma Water طبعا قيمها بتختلف حسب الـUnits اللي هنتكلم فيها يعني يعني لو كنا هنتكلم في الـMatric Units فالـGamma Water هتليها بكام؟ بواحد جرام على السنتيمتر الايه المكعب او واحد طن على المتر الايه المكعب اما لو تكلمنا بالوحدات الدولية هنليها تسعة وكام واحد وتمانين بس كيلو نيوتن على مين؟ على المتر المكعب دي الـGamma Water طيب لو حبيتها جيب الـGS دي في المعمل بنعمل تجربة اسمها تجربة البيكنوميتر ده الجهاز اللي هو اسمه البيكنوميتر بنعمل ايه؟ بناخد البيكنوميتر ونوزنه فاضي خالص فاضي خالص ونسمي وزنه هو فارغ اسمه W1 وبعدين احط عليه شوية سولدز من دولار نحطه من هو يعني تكون تربة مجرففة ومحطوطة في الفرن وحطتها هنا هو ووزنتها فبقت اداني W2 وبعدين ابتدي اكمل البيكنوميتر ده كله بمين؟ بالمية لما اكمله بالمية للاخر قلاص واوزنه هيديني W3 وبعدين في الاخر افراه خالص من المحتويات بتاعته اللي هي المية والسولدز واخسله وحطه فيه مية مقترة فقط لغير فقدر اطلع مين؟ W4 الـGS بتساوي W4 زائد W2 ناقص W1 ناقص W3 خاصية اللي هنتكلم عليها برضك من خواص التربة المهمة جدا اللي هي degree of saturation يعني درجة التشبع وانت عشان تحفظها ببساطة انت بتقول بتتشبع بتتشبع بايه؟ اي فراغات عندي فيها هوا فيها مية يوم ما هتشبع اكيد مش هتشبع بالايه؟ بالهوا هتشبع بالمية عشان كده بنتكلم علي حجم المية بس اللي مشبعها قديه من الفايد يعني الـV water اللي الـVolume of water على الـVolume of void وبنضربها في مية عشان تديني في الاخر النسبة المقاوية بتاعتي شكرا